موسيقى يعني كنا على مدى الفترة الماضية دائما نتحدث عن ارتفاعات التضخم العالمية والقياسية في أمريكا التضخم عند أعلى مستوياته في 40 عاما اليوم نتحدث عن تأثير هذه البيئة التضخمية على أسعار البيتزا في نيويورك الواضح بأن محبي البيتزا هناك سيعانون خلال الفترة القادمة مع ارتفاعات أسعار البيتزا لتجاوز سعر تذكرة المترو وهذا ما يظهر معنا هنا اليوم سعر الشريحة الواحدة من البيتزا باتت عند الثلاثة دولارات 14 سنت بينما سعر تذكرة المترو دولارين وخمسة وسبعين سنت هذا تماما ما نتحدث عنه عندما نتحدث عن هذه البيئة التضخمية التي تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية لأن هذه الارتفاعات التي شهدناها في سعر شريحة البيتزا هي بسبب ارتفاعات أسعار المكونات القمح شعر أسعار الطحين أيضا بما يتعلق بالتوميتو أو البندورة الجبنة كل هذه المكونات الأساسية التي تدخل في صناعة البيتزا ارتفعت أسعارها إلى مستويات قياسية لأن معظم السلع الزراعية الأساسية تأتي سواء من روسيا أو أوكرانيا وبسبب طبعا ارتفاعات أسعار الطاقة والوقود وغيرها وبالتالي بات على محبي البيتزا أن يدفعوا ثمنا أغلى وأعلى إلى شريحة البيتزا الواحدة يعني أنا أيضا أطالب ماي بتفصيل أيضا أضاق حول ارتفاعات الأسعار من الجبن إلى الزيتون إلى السلام للمعرفة أي من عناصر البيتزا فعاليا كان الأكثر إسهاما في هذا الارتفاع ترجمة نانسي قنقر